موسيقى اهلا ومرحما بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع برنامجنا الاسبوعي قصة الكنيسة هذه المرة بمشيئة الرب سنبدأ معا الرحلة التبشيرية السالسة للرسول بولوس والفريق الذي معه هذه الرحلة بحسب سفر الاعمال تبدأ من اصحاح 18 آية 23 إلى اصحاح 21 وآية 11 الرحلة التبشيرية الثالثة وهي تبدأ من انطاكية سوريا الكنيسة المرسلة التي بدأ منها الرحلة الاولى والرحلة الثانية في آية 23 من اصحاح 18 وبعدما صرف زمانا خرج واكتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ بعد زيارة الرسول بولوس لوريشالين اتى الى انطاكية وبالطبع جمع الكنيسة هناك وقدم ليهم تقرير عن اخبار رحلته التانية فانطاكية زي ما قلنا هي الكنيسة المرسلة وفي الغالب قضى في انطاكية من بداية صيف 52 ميلادية إلى بداية ربيع 53 ميلادية وبعدين خرج علشان يبدأ رحلته التالتة اتجه في البداية ناحية الشمال الى مقاطعة غلاطية في الطريق كان عليه طبعا يفتقد الكنائس اللي اسسها في الرحلة الاولى وهي انطاكية بيسيدية ودربة والاسترة زي ما عمل بالضبط في الرحلة التانية واكمل رحلته في اتجاه الشمال الغربي فصافر من انطاكية بيسيدية صافر غربا الى افسوس ومنها الى ترواس ثم مقاطعة مجدونية كده رحنا اليونان فيليبي وتسالونيقي وبعدها صافر جنوبا الى مقاطعة اخائية وعاصمتها كورونسوس ومن كورونسوس بدأ طريق العودة مارا بتسالونيقي وفيليبي وترواس ومنها الى ميليتوس ثم باترة ومن هناك ابحر الى صور ثم قيصرية حتى وصل الى اورشالين خلينا نتابع هذا خط الصير هذا اللي فيه بنرى عمل الله الواضح في هذه الرحلة التالتة التبشرية للرسول بولوس في بداية هذه الرحلة بنتعرف على ابولوس وهو يزور افسوس في اصلح 18 من اية 24 الى 28 ثم اقبل الى افسوس يهودي اسمه ابولوس اسكندري الجنس رجل فصيح مقتدر في الكتب كان هذا خبيرا في طريق الرب وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب عارفا معمودية يوحنى فقط وابتدى هذا يجاهر في المجمع فلما سمعه اكيلا وبرسكيلا اخذاه اليهما وشرحا له طريق الرب باكثر تدقيق واسكان يريد ان يكتاز الى اخائية كتب الاخوة الى التلاميذ يحضونهم ان يقبلوه فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد امنوا لانه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب ان يسوع هو المسيح الحقيقة في وقت ما بعد الزيارة السريعة اللي عملها الرسول بولوس الافسوس وشفناها المرة الماضية وقبل زيارته التانية لها اتى ابولوس الى افسوس ووضح ان ابولوس بينتمي لعيلة يهودية مقيمة في الاسكندرية بمصر ويسجل البشير لوقة ثلاث حقائق مهمة عن ابولوس الاولى فصيح مقتدر في الكتب وفي الغالب اخذ تعليمه هذا من الجالية اليهودية اللي كانت في اسكندرية في ذلك الوقت معروف ان اسكندرية في ذلك الوقت قبل كده تمت فيها الترجمة السبعينية ترجمة العهد القديم من العبرانية الى اليونانية وده كان سنة 200 قبل الميلاد وكان ابولوس يعرف العهد القديم جيدا يستطيع تفسيره باقتدار وفصاحة دي الحقيقة الاولى حقيقة التانية انه كان خبيرا في طريق الرب حر بالروح وده يعني انه اصبح مسيحي ولديه الغيرة والحماسة ان يشارك الاخرين بما يعرفه الحقيقة التالتة ان ابولوس كان عارفا معمودية يحنى فقط ادرك اهمية خدمة المعمدان واهمية معموديته وعلم ما شاهد بيه المعمدان عن يسوع انه حمل الله والمسيح اللي كانوا بينتظرون لكنه واضح انه لم يعرف بعد اعماق الصليب ونتائي القيامة ولا قوة الروح القلس كل هذه الامور غالبا كانت لسه غائبة عن ابولوس ابولوس كان بيعلم في المجمع بالطبع بيعلم اللي بيعرفه وكان حاضر في المجمع اكيلة وبرسكلة فلما سمعاه وانه بينادي بالتوبة والرجوع الى الله والايمان بالمسيح تماما كما كان يفعل يحنى المعمدان ارينا اخذاه وشرحا له طريق الرب باكثر تدقيق ابولوس كان بيعلم بتدقيق ما يعرفه عن يسوع من شهادات يحنى المعمدان فاكيلة وبرسكلة اخبراه باكثر تدقيق بما يشمل موت المسيح قيمته صعوده مجيءه التاني حلول الروح القلس كل هذه الامور اللي لم يتعرض لها طبعا يحنى المعمدان بعد كده ابولوس قصد انه هو يذهب الى مقطعة اخائية وفي الغالب الى العاصمة كورنسوس ورأى الاخوة في افسوس انه من المناسب جدا ان يذهب ابولوس الى اخائية ليبني ويعلم المؤمنين هناك اعطوه رسائل توصية علشان الاخوة يقبلوه هناك وانه خدمته لن تقف على بناء المؤمنين وتعلمهم بل كان يكلم اليهود مقنعا اياهم ان يسوع هو المسيح والرسول بولوس اشار بعد كده الى خدمة ابولوس الفعالة في كورنسوس واعتبر ان ابولوس اكمل خدمته فكريل لما قال انا غرست وابولوس سقى لكن الله كان يوني في كورنسوس الاولى 3 وآية 6 نرجع للرسول بولوس وقد عاد الى افسوس وده الجزء الكبير في اصح 19 من آية 1 الى آية 41 بولوس في افسوس جه الرسول بولوس لأفسوس وكان ابولوس قد ترك افسوس وذهب الى كورنسوس وبولوس هنا بيتمم للأفسوسيين اللي وعاتهم به من قبل واشرنا اليه في الحلقة الماضية اذا خلال السنة تقريبا اللي غاف فيها بولوس كان ابولوس هو من يخدم في افسوس في هذه الاسناء تقابل بولوس في افسوس مع تلميذ يحنى المعمدان اسمهم كده مجموعة اسمها تلميذ يحنى المعمدان آية 1 في اصح 19 فحدث فيما كان ابولوس في كورنسوس ان ابولوس بعد ما اكتازه في النواحي العالية جاء الى افسوس فاذ وجد تلميذ قال لهم هل قبلتم من روح القولوس لما امنتم قالوا له ولا سمعنا انه يوجد الروح القولوس بعد زيارة بولوس لكنائس جنوب غلاطية اكمل طريقه غربا الى افسوس ولما وصل الى افسوس وجدت هؤلاء التلميذ وضر بينهم هذا الحوار بدايت اللي اريت دلوقتي على مسامح حضراتكم هل قبلتم من روح القولوس لما امنتم قالولو ولا سمعنا انه يوجد الروح القولوس فاسألهم فبماذا اعتمدتم قالولو بمعمودية يحنى فرد الرسول بولوس ان يحنى عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب ان يؤمنوا بالذي يأتي بعده اي المسيح يسوع وبعد كده يكمل الكتاب فلما سامعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع ولما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القولوس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو اثنى عشر اتقابل الرسول بولوس مع هؤلاء الاثنى عشر وصفهم البشير لوقة تلاميذ واضح من اجابتهم للرسول بولوس انهم تلاميذ ليحنى المعمدان مثلهم مثل ابولوس قبل لقاءه مع عكيلة وبرسكيلا ويمكن ايمانهم كان بسبب تعليم ابولوس الذي كان عارفا بمعمودية يحنى فقط لغاية ما سألهم الرسول بولوس صريحا هل قبلتم الروح القدس لما امنتم الاجابة بتاعتهم تؤكد انهم لم يصبحوا مسحيين بعد وهنا قدم ليهم الرسول بولوس رسالة الانجيل بكل ما تحو من اخبار سارة كالغفران والحياة الابدية والتبرير والى اخر هذه البركات الكثيرة المرتبطة برسالة الانجيل كل هذه مرتبطة بموت المسيح وقيمته علشان كده ذكر البشير لوقة لما سامعوا يعتمدوا باسم الرب يسوع ثم وضع بولوس يديه عليهم فحل الروح القرس عليهم وبنفس الظواهر اللي رفقت حلول الروح القرس في يوم الخمسين في اعمال اتنين وفي السامرة بعد بطرس يحنى موضع عيديهم على السامريين في اعمال تمانية وفي بيت كارناليوس في اعمال عشرة يعتقد البعض ان هذا النص يظهر ان حلول الروح القرس او المعمودية هو اختبار تالي لاختبار الخلاص لكن زي ما اشارنا هذه الجماعة لم تكن مؤمنة ايمانا صحيحا بالرب يسوع المسيح لما سمعوا الكلمة امنوا واعتمدوا وحل الروح القرس عليهم ثم ان سفر الاعمال يكشف لنا اختبارات متنوعة ففي يوم الخمسين كانت عطية الروح القرس عند الايمان والمعمودية بالماء وفي بيت كارناليوس مع الايمان وقبل المعمودية بالماء كانت عطية الروح القرس وفي السامرة بعد المعمودية بالماء فالثابت اذا في الاختبار المسيحي احبائي اربع امور اساسية التوبة الايمان بيسوع معمودية الماء وعطية الروح القرس اما وضع ايض الرسل والتكلم بالسنة والنبوة فهذه كانت علامات خاصة في افسوس والسامرة علشان تؤكد ان هذه الجماعات الخاصة هي جزء من كنيسة المسيح لم يقل السامريون او تلاميذ يحنى في الكنيسة اليوم يعني بهذه الخلفيات المختلفة لكن صار الجميع جزء من جسد المسيح من الكنيسة الحقيقية اليوم الايات اللي بعد كده بتقولنا انه بولوس انتقل من المجمع الى مدرسة تيرانوس اية 8 الى 10 في هذا الاصحاح في اعمال 19 ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة ثلاثة اشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق امام الجمهور اعتزل عنهم وافرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة انسان اسمه تيرانوس وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين اللي حصل مع الرسول بولوس في افسوس هذه المرة يتشابه تماما مع ما حدث معاه في كرونسوس في كرونسوس بدأ خدمته في المجمع وبسبب المقاومين والرافضين انتقل الى بيت يوستوس وكان يعلم هناك رغم قراره السابق واكثر من المرة انه يذهب الى الامم الا انه ذهب الى المجمع ويبدو ان غيرته لاجل اليهود والاجل خلاصهم لم تنطفئ كان معروف للمجمع وعدهم من قبل ان هو سيأتي اليهم مرة اخرى وظل المدة ثلاثة اشهر يعلم من كتب العهد القديم عن ملكوت الله وده معناه انه كان بيبرهن كل يوم ان يسوع هو المسيح انقسم المجمع ارد الفعل حدث انقسام في المجمع فريق منهم رفض كلام بولوس تماما ولم يقتنه مش بس كده تكلموا ضد رسالته تعبير اللي استخدمه البشير لوكا هنا شاتمين الطريق الفريق الاخر اللي قبل الرسالة سماهم لوكا كعدته التلاميذ فبولوس بعد موقف اليهود المتعصبين اخت هؤلاء التلاميذ علشان يكتمع بيهم كل يوم لمدة سنتين في مدرسة شخص يدعى تيرانوس من المحتمل ان هذا الشخص كان فيلسوف يوناني وكان بيستخدم هذا المبنى كمدرسة لفلسفته وربما اصبح مسيحي على اي حال الرسول بولوس استخدم هذا المكان اللي اكثر من غرض الاول انه من الطبيع انه هذا اللقاء المستمر لمدة سنتين اصبح كنيسة بيتعبت فيها المؤمنون وتقدم فيه الرسالة الكرازية للناس الجديدة الشيء التاني انه اصبح هذا المكان نقطة انطلاق لخدمة متسعة وصلت الى جميع الساكنين في آسية علشان كده فيه اكتر بيشوفوا ان هذه الفترة تأسست العديد من الكنائس زي كولوسي زي هرابوليس ولوديكية رغم انه الرسول بولوس نفسه لم يزور هذه المدن ويمكن كمان الكنائس السبع المذكورة في صفر الرؤية تأسست ايضا في هذه الفترة وهكذا اصبحت افاسوس مركز مسيحي هام جدا احتمال كبير من خلال تلميذ بولوس كان بيرسلهم الى هذه الاماكن لبداية وتأسيس هذه الكنائس وصف البشير لوقة المشهد في افاسوس في اية 17 من اصاح 19 كانت الخدمة تسمر صمر عظيم جدا رغم التحديات ورغم المضايقات الكثيرة وفي هذا النص بيكشف لين عن معجزات الهية حقيقية جرت عن يد الرسول بولوس واخرى حاول اليهود اجراءها سأرجع الحديث حول هذا الامر وكيف انه اسم الرب يسوع يتعظم من خلال الكلمة اللي بتقدم ومن خلال الايات والمعجزات الالهية اللي صنعها الرب بيد بولوس في هذا الوقت لكن اقول اكيد انه رسالة الانجيل بتشق طريقها بقوة في هذه البلاد اللي كانت اما فيها جاليات يهودية متعصبة او فيها مجتمع وسني بعيد كل البعد عن الله انجيل المسيح يبقى وسيظل ويظل هو قوة الله للخلاص كما كان لكل من يؤمن بدون تمييز وده اللي بنشوفه احبائي في خلال هذه الجولات الرائعة للرسول بولوس هذه الرحلة السالسة الرب بيفتحوا ادامه مجالات كتيرة وانفوس كتيرة وحتى السليب جديدة للخدمة زي ما شوفنا وهو يعلم لمدة سنتين في مدرسة هذا الانسان الذي يدعى تيرانوس نفسي اشجعك النهاردة انه كلمة الرب لم ولن ترجع فارغة اذا الرب بيستخدمك في ازاعة انجيله في تقديم الحق عن يسوع المسيح المخلص لا تتردد كمل خدمتك واصل عمل الله من خلالك واخضع نفسك لشخص الله علشان يستخدمك بقوة وصمر متكاسر زي ما عمل مع بولوس ومع الفريق المرافق ليه ونكمل حديثنا بنعمة الرب في بركات وصمر هذه الرحلة الثالثة التبشيرية للرسول بولوس والرب معكم اشتركوا في القناة